حدثنا يعلى أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمه سورقة بن جعشمين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أضالة من الإبل تغش حياض هل من أجر أسقيها قال نعم من كل ذات كبد حراء أجر حثنا وكيع حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن سورقة بن مالك بن جعشمين قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبا في الوادي فقال ألا إن العمر تدخلت في الحج إلى يوم القيامة حثنا مكي بن إبراهيم حدثنا داود يعني ابن يزيد قال سمعت عبد الملك الزراد يقول سمعت النزال بن سبرة صاحب علي يقول سمعت سراقة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداعي حثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمه سرقة بن مالك بن جعشم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضالة من الإبل تغشى حياضي قد لطتها لإبل هلي من أجر في شأن ما أسقيها قال نعم في كل ذات كبد حراء أجر حثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول بلغني عن سرقة بن مالك بن جعشمين المدلجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا سرقة ألا أخبرك بأهل الجنة وأهل النار قال بلى يا رسول الله قال أما أهل النار فكل جعضري جواض مستكبر وأما أهل الجنة الضعفاء المغلوبون حثنا عبد الله بن يزيد حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول بلغني عن سرقة بن مالك يقول أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا سرقة ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة قال بلى يا رسول الله قال ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك حثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح وحدث ابن شيهاب أن عبد الرحمن بن مالك أخبره أن أباه أخبره أن سرقة بن جعشمين دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه قال فاطفقت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما أذكر ما أسأله عنه فقال اذكره قال وكان مما سألته عنه أن قلت يا رسول الله الضالة تغش حياضي وقد ملأتها ماء لإبلي فهل لي من أجر أن أسقيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم في سقي كل كبد حراء أجر لله عز وجل حثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروتابن الزبير عن صورقتابن مالك أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه فقال أرأيت الضالة تريد على حوض إبلي هل أجر أن أسقيها فقال نعم في الكبيد الحراء أجر حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن صورقتابن مالك بن جعشمين أنه قال يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه أليع من هذا أم للأبدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للأبدي حثنا حسين بن محمد حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت طاوسا يحدث عن صورقتابن جعشمين الكنني ولم يسمعه منه كذا في الحديث أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أو للأبدي قال للأبدي حثنا عبد الرزاقي عن معمر عن الزهري قال الزهري وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو أبن أخي صورقتابن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع صراقة يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر رضي الله عنه ديته كل واحد منهما لمن قتلهما أو أسرهما فبين أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدليج أقبل رجل منهم حتى قام علينا فقالا يا صراقة إني رأيت آنفا أسودة بالسحلي إني أراها محمدا وأصحابه قال صراقة فعرفت أنهم هم فقلت إنهم ليسوا بهم ولكن رأيت فلانا وفلانا انطلق آنفا قالا ثم لبثت في المجلس ساعة حتى قمت فدخلت بيتي فأمرت جارية أن تخرج لي فرسي وهي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت برمحي الأرض وخافضت علية الرمح حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بحتى رأيت أسودتهما فلما دنوت منهم حيث يسمعهم الصوت عثرت بفرسي فخررت عنها فقمت فأهويت بيدي إلى كنانة فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره أن لا أضرهم فركبت فرسي وعاصيت الأزلام فرفعتها تقرب بحتى إذا دنوت منهم عثرت بفرسي فخررت عنها فقمت فأهويت بيدي إلى كنانة فأخرجت الأزلام فاستقسمت بها فخرج الذي أكره أكره أن لا أضرهم فعاصيت الأزلام وركبت فرسي فرفعتها تقرب بحتى إذا سمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يتفيت وأبو بكر رضي الله عنه يكثر لتفات ساخت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الرقبتين فخررت عنها فازجرتها ونهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذ لا أثر بها عثان ساطيع في السماء مثل الدخان قال معمر قلت لأبي عمر بن العلاء ما العثان فسكت ساعة ثم قال هو الدخان من غير نار قال الزهري في حديثه فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره أن لا أضرهم فنديتهما بالآمان فوقفوا فركبتوا فرسي حتى جئتهم فوقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له له إن قومك قد جعل فيك لدية وأخبرته من أخبار سفرهم وما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزأني شيئا ولم يسألاني إلا أن أخفي عنا فسألته أن يكتب لي كتاب موادعة آمن به فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من آدمين ثم مضى فكتب لي في رقعة آمنين ثم مضى حسناً لديه